أخلقنا الجميلة دي المبادرة المهمة جداً واللي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للعودة للقيم المصرية الموجودة في ثقافتنا من سنين كتير قوي واللي اتبانت عليها الحضارة المصرية العظيمة اللي استمرت لألاف السنين عشان رسالة توصل لأجيال النهاردة لازم يعرفوا كويس قوي إيه هي قيمنا اللي كانت موجودة وقت المصريين القدماء والله يكلمنا عنها طبعاً بالتفصيل الدكتور ممدوح ثاروق مدير متحف أم حطب بسقارة صباح الخير عليك يا فنس عايزين تعرف معاك في البداية كده على البيت المصري في الأصور الفرعونية وكمان التربية اللي كانت عاملة ازاي في الوقت ده أولاً بحب أشكركم جداً على المبادرة الجميلة دي المبادرة دي على فكرة بترجعنا الجزور قديمة لازم علشان خاطر نعرف قيامنا وأخلاقنا الحالية لازم نعرف جزورنا كانت ماشية ازاي أو أقدرنا كانوا ماشيين ازاي أو كان بيعملوا ايه الفكرة كلها أن البيت المصري يتأسس على فكرة المعت اللي هي العدالة أو الصدقة أو الحق والفكرة كلها أن الأسرة المصرية كان لها معايير خاصة أنه كمان حتى المجتمع الإلهي اللي كان بيقدسه كان المجتمع البيت الصغير كان عبارة عن جزء منه كان نموذج فكان الزوج بيحترم زوجته وكان الإبن لازم يكون موجود بيسمع ويطيع الأب وحنقول في فوص الحلقة كده بعض الحكم والتعليم المهمة جدا على لسان المصر القديم ولما يتكلم عن حضارة المصر القديمة بنقول أنها وضعت قواعد وقرصت قواعد منذ ألاف السنين البيت المصري كان فيه زمان عقود زواج كان فيه حق المرأة إذا كان انفصل عن زوجها فكرة أن الطفل الصغير يتعلم احترام الوالدين بر الوالدين يعني عندنا عبارات بتدل على بر الوالدين والسمع والطاع الوالدين عدم إزاء الحيوانات عدم تلوث مياه النهر النيل حاجات دي كلها البيت المصري يتربى عليها ويسمها حتى الزوجية اسمها جيرك بر تأسيس البيت فالجملة دي مهمة جدا فكرة البيت حتى السيدة اسمها سيت بير سيدة البيت فدي كانت مهمة جدا وكل القيم والأخلاق كانت بتنشأ على فكرة إرساء القواعد الهمة والأخلاق في البيت المصري لأن البيت المصري الفقير زي الغني هو عبارة عن نموذة مصغر للمجتمع الإلهي اللي هو بيقدسه الآن كتير من النصايح واللي كان بيحصل وقيم كثيرة وصلت لنا من البرديات القديمة أهم هذه القيم والحفاظ عليها نجي بقى لموضوع الأخلاق ونحكي حكاية كده بسيطة أو نقول بعض السطور عن البرديات تمام وهنقول كمان في المقابر إزاي هو كان بيقول أنا لقد أعطيته الخبز للجوعان والجع للعطشان والملابس للعريان وبيفتخر ديت عبارة عن جملة بيقالها معظم كبار الموظفين في مقابرهم من برا فكرة التفاخر إنه بيعمل الخير وإذا تشجر اتنين هو يفصل بينهم نجي بقى للجمل بتاعت الأخلاق نجي أخلاق التواضع أخلاق التواضع بيقول إيه لا تكن ده الحكيم بتاع حطب في الأسرة الخمسة لا تكن متكبرا بعلمك لا تكن متكبرا بعلمك وشاور الجاهل والعاقل فالعلم لا نهاية له ده الجملة دي السطرة على لسانه نجي للموضوع التاني إذا كنت بين الجالسين على مائدة هناك من أكبر منك مقاما فخذ ما يضع لك يعني اللي أنت تاخده ما تقوحش في أي حاجة خذ المعلومة واستفيد دي أخلاق التواضع فيه بقى أخلاق إزاي اختار الصديق بيقول إيه إذا كنت تبحث عن أخلاق من تريد مصاحبته فلا تعرفه فلا تسأل عنه لكن كن مقربا إليه وكن معه يعني عرفه وما تسألش إيه عليه هو بيتكلم عن نقطة الصحبية والصداقة نيجي بقى لبرده جزء مهم لأخلاق بر الوالدين قال جملة حلوة جدا لبر الوالدين جميل أن يطيع الإب أبيه فإن الإله يحب ذلك تمام دي أول جملة وقال جملة تانية تمام لقد صبطوا الماء لأبي وأمي في حياتهم الأبدية ده بفكرة اللي هو التقرب وعمل الخير وبقى جملة جميلة جدا للأم قال له إيه قال لها إيه الحكيم الحكيم إينا إيه آني ضاعف مقدارة خبزك لأمك وحملها كما حملتك فيه الشهور اللي إيه كنت تحملك فيها حاجات كتير جدا دي بر الوالدين وفيه حاجات خاصة بعدم الصخرية من زاوي الإحتياجات الخاصة لا تسخر من أعمى ولا تستهزئ بأعرج ولا تتقترب من الذي بين يد الرب اللي هو المجذوب أو المجنون ما تضايقوش تمام دي جملة مهمة جدا لا تسب من هو أكبر منك سن وإيه سيسبك فكون ملتزم الصمت ده بيكلم عن الحكمة اللي هي سن الحكمة اللي الصغير ما يشتمش لإيه دي نقطة مهمة جدا 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 من الأجيال الحالية تعي حاجة زي دي كويس أوي وتعرف أن الكلام ده موجود من قديم الأزل احترام الكبير وتوقير الكبير احترام الأب والأم وزين نقدر نتعامل معهم كل الحاجات دي كانت موجودة عندنا إحنا ونقدر بكل هذه القيمة من نحنا نتعايش بها دلوقتي يعني بأقصد نحنا مش محتاجين نغير فيها لأ نفس القيمة بالزبط أو نفس الحكمة اللي تقالت زي دي جانتنا نقدر نمش عليها دلوقتي بالزبط بالزبط وكمال في حيث ما بقى للزوج بقى أخلاق الزوجية احنا لازم نتكلم برضو على أخلاق الزوج مع زوجته بيقول إيه متاح حطب إذا كنت كف أو رجلا ناجح فاتخذ لنفسك زوجة وتكون سيدة قلبك يعني تبقى في قلبك واكسه أو أسطر ظهرها واشبع جوفها فهي حقل مصمر لسيدها يعني بيتكلم يعني طول ما تديها هي تبقى كويسة معك دي على فكرة الحكمة دي بتاعتك بتاح حطب يعني بيتكلم عن نصائح زوجية احنا بنتكلمش بمحالة 200 سنة هبنتكلم على 2500 سنة تقريبا تمام زائد 2000 دلوقتي هبنتكلم 4000 ونص سنة فإحنا بنتكلم على فترات طويلة ده كمان غير كده دي حاجات في البرديات حاجات في البرديات في بقى حاجات تانية اتقالت في كتب الموتى في فاصل 125 من كتاب الموتى حوالي 42 اعتراف الميت بيبرق نفسه قدام القضاء بيقولهم لم افعل ذلك فبيقول ايه كل ما يجوا قدام قاضي يا من ذات الوجه الملتهب يا من عرفش الحام الملتهب اسماء المعبودات الذي اتيت من الستاو مش عادة من الخامن دي مناطق اقليمية انا لم اسبب عنفا لأحد انا لم اسبح رضلا ولا امرأة انا لم الوس مياه النهر انا لم انطق كازما انا لم اكن متلصصا كل الحاجات لم اذني لم اغش في المكييل على فكرة 42 اعتراف بيعترف بانهم عملهم شي وديت لازم يعترف بيهم وعملهم شي علشان روحه الباب بتاعته الروح تبرق ويخش حقول يارو الجنة فدي مهمة جدا فكرة الاخلاق فالاسكس او المرالزة عند المصر القديم على فكرة هو من اول من وضع هذه القصص على فكرة وتعلم مننا بقى بعد كده الاغريق هم اللي خدوا مننا عن الحكماء اللي هم ارستو والمجموعة دي كلها او افلاطون معظم التعليم هتلاقي من الملك لابنه نصائح الحكمة لكي تكون ملكا عليك ان تتعلم الحكمة ودي كان رقم واحد عند المصر القديم تعلم الحكمة ومسألة الاتمام بالعلم واجلال العلم والمعلم اعتقد برضو كانت يعني من المسائل الهامة اللي تتحدث عنها برضي ده الكاتب المصري كان ليه ردبة اعلى من اي حاجة الكاتب المصري ليه ردبة وكان فيه مدسة مال بيرعنخ مدسة بيرعنخ دي بيعلمه الطفل من اربع سنين ويتعلم بقى الهندسة والرياضة والطب بكل مجالاته والليان الكهنة هم كان مسؤولين معلمين في نفس الوقت تمام جميع العلوم الدينية والدنياوية فالمصر القديم احنا نتكلم على المرالزة او الاخلاق لا دي المبادرة جميلة جدا لفكرة اي مجتمع علشان تنهض به لازم تأسس فكرة او بذرة الاخلاق جواه لانه هو اهم حاجة ده حتى قال الماعد حتى بيقدم قربان الماعد اللي هو التوازن او كوني العدالة عدم الحدوء عدم اللي هو التجرؤ على الكبير اذا الحيوانات ضرب القطة تلاقي عائل صغير بيضرب قطة بيضرب كلب دي حاجة موسيقى جدا تلويس مياه النهر اللي بيشرب منه حاجات دي كلها هو نهى عنها تماما عشان كده بنقول احنا لنا الجزور ثابتة واصلنا ثابت من زمان عظيم كل هذه الحكم اللي موجودة زي ما ذكرنا دلوقتي جزء منها موجود فيه البرديات الجزء موجود فيه المقابر وجزء موجود فيه كتب الموت هل فيه حاجة جمعت الحكم والعادات المصرية القديمة وقيم الأسرة المصرية القديمة هل فيه كتب؟ اه فيه كتب جميلة جدا يعني دكتور سليم حسن رحمة الله عليه كان عامل أجزاء الأدب المصر القديم الجزء 17 و18 من مجموعته تمام وفيه كتب عن الحكم والأمثال وفيه بعض الكتب التانية فيه واحدة اسمها دكتورة ميريون نشتاين دي عاملة أجزاء الأدب المصر القديم لأن الحكم والأمثال كانوا بتندرك تحت الأدب المصر القديم سواء قصص أو أساطير أو كان بكل فدكتور سليم حسن رحمة الله عليه عمل سلسلة كتب كتير جدا الجزء 17 و18 فيهم جزء الأدب تمام ومقسمها بقى احترام كبير احترام مش عارف ايه احترام ايه كل القيم والأخلاق دي بالذات احترام الولدين ركز عليهم قوي 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 على فكرة واتكلم عليهم بشكل مفصل أن احترام يعني في عيد الأم مثلا بنتكلم على الحاجات دي جميلة جدا الأم اللي لاي احترام ويقول لك ضاعف مقدار خبزك لأمك واحمل على رقبتك كما حملتك تمام فدي مهمة جدا في الأخلاق والتعليم والحكم دي موجودة من جماعة في كتاب دكتور سليم حسن الأدب المصر القديم وطبعا نصح الناس تقرأ على فكرة عشان تتعلم الهوية المصرية احنا محتاجين نعرف الهوية المصرية كويس جدا احنا مهمة قوي أن احنا نعلم ولادنا التاريخ حيك شايف احنا عندنا مصادر سهلة على الأطفال انهم يتعلموا من خلالها تاريخنا يتعلموا من خلالها القيم الموجودة في تاريخنا طبعا أنا هقول برضو ملحوظة ان لازم وزارة تربيه والتعليم مشكورة انها تزود الجرعة شوية في الموضوع وتبسط المعلومات شوية في الموضوع التاريخ المصر القديم الموضوع مشتري في فرق بين تاريخ وحضارة احنا بنتكلم على فكرة القيم والأخلاق دي كلها الموضوعات حضارية مش تاريخ سرد قصص مختلفة تماما على الاتنين خالص فلازم تهتم بفكرة تحط بقى حاجات زي كده زي التعليم والأخلاق دي في المناهج بتاعتها فيه للأسف ما فيش كتب تربوية فيها لكن فيه كتب دعا في المكتبات على فكرة يعني بروح مصر مرض الكتاب بلاقي كتب بتتكلم عن الأطفال في بعض المبادرات الجميلة اللي عملها بعض المؤسسات بتتكلم على فكرة تربية الأطفال أو تعليم الأطفال أنا كنت في مدحف عندي عامل مبادرة اسمها مدرس قمحطب لتعليم المصريات وكنت أعملها جميلة جدا أم أعمل ورش تعليم كيفية بناء الأهرامات نهر النيل كنتوا وعظمتوا كنت بجيب الأطفال وأجيب بعمل لهم زي ورش عمل ووركشيت كده وأقول لهم اتبنت زي وإيه الموضوع وأنتوا دي مكان أجدتكم لأن معلومات مغلوطة جدا هو بيبص للأثر إذا كان في معلومة أصلا كمان يا فانتو بالضبط كده فأقول له خلي بالك أنت تتعلم جدك اللي كان عايش مكانك ده تعرف أن كم يعمل كذا وكذا وكذا فبيبدأ يبصلي ويستغرب ويبدأ يتأمل أن الطيمة المكان ده يحافظ عليه فالحاجات دي محتاجين مبادرة بالشكلة كتير أن احنا نبدأ نوعي 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 لأن الجلد بعد فترة طويلة بعد سن طويلة هيقعد مكانها صحيح فمش عايزين الدنيا عايزين الدنيا يبقى فيه استقرار بالنسبة لعقلية الطفل ويحتلم المجتمع بتاعه عظيم دكتور مامدو حال كان المصري القديم بيهتم بأداب دخول المنزل باللبس سؤال جميل جدا سؤال جميل جدا من ضمن التعاليم برضو الحكم تمام إذا دخلت بيته غيرك إذا دخلت بيته واحد تاني يعني خلاص لا لا تتحدث عن انتقادات أو لا تنظر إلا منتحدك كأنك لم ترى فالتزم الصمت ولا تحكي لأحد عما رأيته فكرة احترام لو دخلت بيت الغريب أو بيت حد غريب وشفت حاجة ما تكلمش عليها الجملة دي من ضمن العبارات اللي تقالت في الحكم والتعاليم هذاك أصرت جزء مهم جدا بالنسبة لإحترام دخول البيت دخول البيت حتى المنازل زمان المصري القديمة زي البت إسلامية بيعمل مدخل البيت اللي ماشي في الشارع ما يشوفش اللي جوا فعمل حاجز كده عن نظام حرف حتى حرف الـ H أو اللي هي باللغة المصرية القديمة عبارة عن مدخل بيت منكسر يعني اللي بره يعدي ما يشوفش بالحيطة ما يشوفش أهل البيت من جوا تمام؟ فكرة الابتعاد عن أنك إذا دخلت بيت غريب دي اتقالت في كذا حكمة واتقالت خلي بالك ما تبصش لو أنت تقشي يعني بلاش تنتقد أي حاجة وبلاش تحكي وعامل أنك ضيف وأنك ضيف يعني مؤقت وما تحكيش لحد أصرار البيت اللي أنت دخلته عظيم طب بالنسبة للأكل والشرب واللبس والحاجات دي هل كان فيه؟ أدب الطعام أه طبعا كان مهم جدا إذا كنت تجلس على مائدة فانتظر قليلا انظر التأمل يعني ما تأكلش بسرعة يعني انتظر يعني لحظات علشان خاطر في أدب الطعام تأكل مع بعض يعني لو قعدت بمقصة مجموعة بتمديش إيدك غير ما يكون صاحب البيت أو مدي إيده فده على فكرة من ضمن الحكم وأدب الطعام بالنسبة للموضوع المرأة على فكرة ده رمسيسي الثالث يعني هايزة أقول عبارة مهمة قوي رمسيسي الثالث ده كان محارب من حراء العظماء زي تحطوط التاليب بالضبط ولكن لما بيروح مثلا مدينة ويجيب مثلا وفيه مجموعات بيقصرها أو يجي هجرات بتاع عيش مصر كتب جملة لقد جئتم أهل الشردن والكاك القبائل الفلسطينية والسورية لقد جئتم وتسكونون في أمان فلا أحد يتحرش بإمرأة فأنتم تسلونا في الشورع بأمان اتكلم عن المرأة مصرية وتكلم عن القبائل الأجنبية اللي كانت بتعيش في مصر ده رمسيسي الثالث في بردية هارس رمسيسي الثالث كتب في بردية هارس الأولى تمام حكاية قصته بالنسبة لحملاته وفي نفس الوقت كيف كانت الأسرة أو الأجانب اللي بيجوا مصر تمام كان بيعيشوا في مصر إزاي حتى أنا رسلت الدكتورة بتاعتي عن المرأة الأجنبية في مصر القديمة كانوا عندهم مجاعة وعندهم ظروف تصادية وكان بيجوا في سينة يشتغلوا في المحاجل والمناجم عندنا على فكرة وكانوا بيجوا يعيشوا في فسطينة وتجوزنا منهم وحصل تصاهر ما كانش بيلاقوا بلد في العالم غير مصر فيها أمن وأمان وأكل وشرب على فكرة الكلام ده مش على فكرة مش كلامه خلاص لا ده كلام موسط بنصوص تمام فبيتكلم عن المجتمع المصري كان بيستقبل غريب حتى الأجنبي وكان بيعيشوا في وسطه وكان بيعتبر واحد من البيت على فكرة ودي كانت حاجة جميلة جدا أنا كلما أراها أحس أنا باستغرب نفسي لغاية دلوقتي في كل عبارة بأراها جديدة بالنسبة لي حاجة جميلة لأننا بجد نحن محتاجين نرجع الحاجات دي صحيح بكل تأكيد نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور ممضوح فاروق مدير متحف من حطب بسقارة بشكرك شكرا جزيلا على جيدك معنا شكرا جزيلا وأتمنى سيد المشاهدينين لكم أنوا استمتعوا ويعني أتمنى تتقطروا من المبادرات دي لأنها فعلا حاجة جابية جدا مفيدة جدا بكل تأكيد طبعا مفيدة للأسرة المصرية بشكل عام شكرا جزيلا ليك